الديف اللي دائما محبب إذا قلبي بستمتع جدا بتواجده معي بقوله الكلام ده قبل ما منخش الهوى بقوله برضه لما منخش على الهوى عشان دائما بسعد بتواجده بسعد بكلامه وبسعد بقراءه الرائعة دائما الكابتن الكبير كابتن أحمد كشري مواجم النادي الأهل ومن تخمص الأسبق المدير الفني الكبير كابتن أحمد مشرف ومنور الحبيب يا كريم ده شرف ليه أن أنا معاك وفي قناة جميلة والبرنامج بتاعك الحلو ده يعني دائما أنا ما استمتع أن أنا أكون يا ربي خليك أتلاعون دائما موفق وفي العلالة حاجة برنامج جميل يعني وعملت حس كبير يعني للبرنامج وقناة طبعا قناة رقم واحد في مصر يعني شرف دينا طبعا شرف دينا طبعا شرف دينا طبعا شرف دينا نحن في مكان التاريخ طبعا 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 طيب كابتن أحمد السؤال اللي بقى يسأله لك كل ما بتبقى ضيف معي ببقى نفسي وإنت جاي لدفن أو مش نفسي متوقع بحكم الحال بحكم الجودة الفنية اللي إنت اشتغلت بقى مع كل الفنة اللي بشتغل فيها يبقى أنا جاي باستضيف الكابتن أحمد كشري أمودي الفن لفريق فلان أو منتخب فلان ليه متأخر؟ يعني مش متأخر هم المتأخرين هم المتأخرين ليه؟ والله يا كريم أنا يعني يا طول ما أنت رجلك مش في الملعب أو مستغرب والله لا أبص الأمانة أنا يعني الحمد لله آه بترشح لأندية كتيرة وأندية كبيرة وإمكان أنت كنت عارف موضوع المصري أنا كنت مخلص في المصري وما حصلش نصيب ونادي كبير بحجم النادي المصري وفي أندية الحمد لله يعني اسمي جترح هناك لكن إحنا أنت عارف إن إحنا المجال في مصر برضو مش كل حاجة مش كل اللي شغالين بإمكانيتهم خلينا نكون واقعين إن فيه جزء كبير جدا جدا وللأسف يعني ده معطلنا في حاجات كتيرة بيتدخل فيه حاجات خارج يعلى علاقات مثلا وحاجات أنا معرفهش يعني بصراحة أحيانا بنشوف حاجات بنحس إن هي شز عن التفكير يعني موضوع بس أولك حاجة كبتل أحمد لو تقبل من يعني أنا أنا شايف إن انت برضو مقصر في دي يعني ما أنا أقول لك حاجة ما هو أصلا هو من مهارات الشغلينة إنك تعرف تبقى عندك علاقات مش لازم تبقى علاقات مش قويسة يعني مش علاقات فيها فلوس لقد ظهر الله ولا فيها النسب ولا الكلام اللي بيتقال ده بس علاقات بإدارات علاقات بأندية علاقات بوكلاء يبدأوا يشتغلوا معاك هي فعلا حيانا ما تبقاش بالكفاءة الفنية بس هي محتاجة كمان إنك تعرف تسوق نفسك لا أصلا أنا في المجال أكيد عندي علاقات طبعا يعني الوكل الموجودين كلهم يعني أكيد علاقات بيهم قويسة لإني أكيد هيتعامل معاك يعني لو هيحصل وقت لإني إنتعاف مجال ندايق يعني لو أنا محتاجتوهش هو يحتاجني في وقت يعني وده طبيعي مش أنا بس يعني مش بتكلم عن نفس يعني أي مدرب فعلاقات بيهم طيبة الوكل ما فيش حاجة لكن ما معرفش ساعات الأمور بتبقى ماشية في اتجاه قوي جدا للنادي وتلاقي تفكير ممكن يبقى تفكير إدارة في حتة تانية خالص يعني مكان تاني وغير طبعا كل الناس الموجودة ناس محترمة ومدرجينك ويسين جدا وزو كفاءات كل واحد له مهاراته الفنية لكن بعض الأندية يعني سعبت حطك في قالب وهي مش دريانة يعني إنت مثلا يعني التجارب اللي اشتغلتها أنا كأحمد كوشري مثلا كلها صعبة أنا مفيش مدرب في مصر في مصر اشتغل التجارب بتاعتي واحترام ليهم كلهم في مدربين اشتغلت في تجارب سهلة جدا وفيها إمكانيات وفيها فرق فيها دعم رهيب فبالتالي الدنيا عنده مستقرة لكن مدخلش في تجربة صعبة زي بتاعة أسوان بتاعتي مثلا يعني تجربة أسوان دي من التجارب مع يعني صعبة جدا على أي مدرب مش علي أنا بس على أي مدرب ونجاح كمباهر فيك ونجاح بـ نجاح كبير يعني حققت حاجات ما تحققتش في بالنسبة لنادي أسوان أول مرة في تاريخه النتاج دي كلها والأهداف وبعدين طلعت لعيبة كتير ودخل للنادي فوق من 26 أو 28 مليون جنيه نادي أسوان لعيبة داعت بأرقام كبيرة لأن أجدنا كسبنا فرق كبيرة منهم نادي كبير بحجم نادي الزمالك واندية كتيرة يعني كسبناها وعملنا موسم جيه برضو الموسم البعد ومع الانتاج الحربي رحت الانتاج الحربي ووضعه سيء جدا يعني ميت إكلينيكية كان فريق بيهبط قعدنا لحد آخر مباراب نكسب فرق كبيرة وحينا أماننا أنا فاكر في الستوديوية التحليية وقتها كنت موجود وكان أنا والمحالين الانتاج الحربي فريقه هوبط كده كده خلاص الأمور بالنسبة له صعبة وجينا في الآخر في آخر المباريات دا الانتاج هيعمل معجزة دا الانتاج هيكمل أنا شفت في الستوديوهات يعني الإخوة الأفاضل المحللين ومقدمين البرامج كانوا بيتكلموا علينا بيمدحونا بطريقة غرطة لدرجة أن مرة كابتن أيمان ونسألك دا عن حد يقول لي معقول الفرقة دي بالإمكانيات دي وبالكرة كنا بنعمل استحوازة على كل الفرقة وبنوصل للجون أكتر من كل وكنا بنكسب كنا مشين كويس وصلنا عارف أنت اللي إيه خلقت النفسك طموح وأمال يعني العيبة أنا بصراحة مش أتحك عليك يعني روحت في نادي اللعيبة ما عندهمش أي طموح خلاص يعني عارف خلاص هبط رامين الفوتة زي أبوه لما تجدد أمالهم واللعيبة جوا من اللعيبة في الآخر وقفوا معايا في مرة قالوا يا كابتن احنا وكناش مصدقين ان احنا ممكن يعني ننافس أو نعض كنا في آخر كان ماتش لقى احنا نقرأيبين جدا 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 يعني وبعدين يعني لقى الفترة اللي عدتها معاهم لقى بالنسبة لنا يعني أنا حققت في حاجات كتير إيجابية لكن أنا مش مزنبي ان الفرقة قبل ما أخوضها وقع خالص ما عنداش ابنات ولعبة عدد مبرات أكتر لا أنا أتحسب على الفترة اللي كنت فيها صحيح فريتي كانت بتلعب كرة كان لها شخصية كان لها أسلوب لنا سيستم طلعت لعيبة اتلمعه رحوا أندية كويسة مصطفى البدري رح الأهلي الغنم رح فيه تشرع الأسلامة رح فارقه وخمس ست لعيبة في المحلة منهم حميد ماو شوف أداء وعمل زيه مع المحلة هو ومعاز الحناوي لعيبة أما ماضي نياس في المقاولين هو هدى في المقاولين لا لعيبة يعني ظهرت معي الحمد للامكن دي الناس بتقول علي أن دايما لعيبة معي بتظهر وبطلع لعيبة ودي بتيجي من أن أنا بعمل لعيبة رقم واحد أنه بني آدم لازم عمله كويس عشان لما يغلط قل له لا أنا بعمل كويس ساعة الخطأ في حق للنادي مزبوط طبعا دي الحمد لله لكن مش هتحك عليك الفترة اللي فاتت في أندية كتير جات في أندية جات اللي من درجة القسم التاني وبس أنا كنت بصراحة يعني رافض دي كتير جالي نادي في المغرب نادي ودي سريعزم اللي هو المغربي في الدور الممتاز بس يعني كنت خلاص يعني على واشك أروح بس يعني لقيت في الآخر يعني طلباتهم مش هت يعني مش هقولك هي مش مالية المشكلة ما كانتش مالية المشكلة أنك أنا وعايزين أروح لوحدي في وقت صعب وأنا عشان أخش في الوقت ده وأشتغل على طول لازم أبقى داريان بكل حاجة لازم الجهاز معاي أبقى داريان وما فيش يبقى فيه كمية بينه من الجهاز بس فأنا عشان كده اعتذرت بطولهم لأ ربنا يوفق كابتل أحمد مرة جاية إن شاء الله بإذن الله المدير الفني الكبير أنا دايما ليه بابدأ معاك الحوار بدا عشان أنا بقولك هو كابتل أحمد كنت بالمقاييس الفنية والله وده حياة مش نحرك وقف أو قاعد قدام وده بقوله من ظهرك كمان